وزير الداخلية النبساوي يعلن عن خطط لترحيل اللاجئين إلى سوريا مثل الخبر بيقول أن وزير الداخلية صرح أنه بيقول أن دمشق آمنة فهيكون هناك خطة في المستقبل أن تقوم الحكومة بترحيل السوريين بس أنا أعتقد أن الخبر خاص يمكن اللي بيرتكبوا عملية جنائية أو قطعا 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 أنا مش أعتقد أنه يمكن اللي يكون كل اللي موجود مستقر بيدفع ضريبه ويدفع تأميناته شغال ويعمل ما بعملش مشاكل هذا الكلام حتى نحن يفهم المستمع والمشاهد السيد وزير الداخلية جرهت كارلنار أعادة التلحيل على وتر ترحيل اللاجئين السوريين بالاتفاق مع الدنمارك باعتباره يريدون الترحيل وتماما وبالغرية لترحيل للدولة ثالثة يعني حتما كل من هو حاصل على حق اللجوء الدائم أو المؤقت هذا لا يوجد ترحيل بحقه ولا بأي حامل أحوال الترحيل يكون بصراحة على حالة من هم مدانين بجرائم أو مرفضين أيوة هنا المشكلة الأخرى المرفوض هل من يرفض لجوءه لأسباب لا نعرفها هل هذا سيرحل إلى سوريا على أي أساس سيتم ترحيله إلى سوريا هنا سؤال كبير بصراحة أنا أرى أن ما يقوله السيد جيرهات كارنر هو وهم وليس أكثر من دعاية انتخابية باعتبار أننا نتقللين على انتخابات مصيرية لأن نمسى نعم فبالتالي بصراحة هذا أنا أرى يوجد به الكثير من الهراء بصراحة ما يقوم بها السيد جيرهات كارنر هراء ثم هراء وأنا قلتها سابقا على العديد من قنوات التلفزيونية إضافة إلى منصتنا الكريمة أن هذا الكلام غير قابل للتحقيق وإن تحقق وإن تحقق سيتحقق بحق المجرمين والمدانين بجرائم مهما كان يكون نوعه بس هذا الكلام على الأقل لا أعتقد أن يكون هناك إمكانية لتطبيقه على الأقل خلال السنتين المقبلتين وهذا مرتبط ارتباط كبير بالضبط بمن سأتي في الانتخابات طبعا هي كلها طبعا دعاء انتخابية سباقة